خليني يا رمود بس الأرقام دي مع حضراتكم بأكتر من لقطة حصلت معنا احنا كأهلي طبعا فيه يحسب لكتير من الأجهزة الفنية الحقيقة نجاحهم وتوفيقهم في اختيار البديل المناسب في التوقيت المناسب لكن قبل ما اتكلم في ده وقبل ما اتكلم في موضوعاتنا خلينا نطمن الأول على أخبار النادي الأهلي وتعالوا نشوف الأهلي نيوز روم فيها ايه النهاردة طيب خلينا لخصلكم من أخبار الأهلي بما أنه النهاردة بقرار من ميسر مارسل كولر الأهلي راحة النهاردة طبعا بعد مواجهة الجونة مبارح والتي تغلب فيها الأهلي ويقدم فيها عرض مميز أفضل يمكن يكون كمان نسبان من مباراة الإسماعيلي ونجح فيه التفوق على الجونة بتلت أهداف دون مقابل وضف لرصيده في فترة التوقف دي أو في المرحلة دي ستة نقاط في غاية الأهميات ستبقى ستة قدام الاتحاد إن شاء الله يوم التلاتة هنلعب وبعدها البلدية في الدورة التانية هتتلعب إن شاء الله يوم السبت وبعدها نقفل صفحة الدوري ونتكلم في بطولة أفريقيا أو نهائي بطولة أفريقيا بعد مطش البلدية اللي هتلعب السبت بعدنا ندير إن شاء الله موقعتين واحدة في تونس في مواجهة الترجي مباراة الزهاب إن شاء الله هتكون يوم 18 عشرة هنا بتوقتنا في القاهرة وبعدها مباراة العودة بعدها بسبوع يوم 25 أعتقد تبقى الساعة 8 في سد القاهرة طيب خليني أقول حاجتين طبعا كل القار نهاردة راحة ده معنى إن ما عندكش غير بكرة تمرينة أساسية وتلعب مطش الاتحاد يوم التلاتة وبعد كده هيكون أكيد في راحة سلبية هيقررها مستر مارسل كلر طبعا وبعدها تلعب مطش البلدية يوم السبت إذا كنت بتكلم النهاردة على أفضل التغييرات وشان كده بقول صبرا جميلا يعني في بعض الأوقات الناس أنا فاهم جدا يعني وأنا بشوف المطشاط مش بشوفها بصفتي طبعا جزء منها متابعتي هو شغلي وانتباية شاشة النادي الأهلي وبالتالي فيه مسئولية فيما يتعلق بمستويات الأداء الأرقام التوقيتات حاجات دي كلها باخدها بشكل بروفاشنال وفيه جزء وده الأساسي بالنسبة لي إن أنا جمهور أنا في الأول والآخر جمهور بواحد بيحب النادي الأهلي وبيتفرج على مطشاطه بعين الجماهير فأوقات كتير ممكن تبقى مش راضي أو مش فاهم أو مش مستوعب أو عندك علامة استفهام ما فيش إجابة واضحة عليها لكن بما أن احنا بنتكلم على أنه كولر هو الأنجح على مستوى اختيارات البودلاء في الموسم ده فأنا عايز ألفت نظركم وده ظهرت مبارح وظهرت في سيزن ده في مطشاط كتيرة جدا مهمة واحدة من أهم مميزات مرس الكولر وجهازه الفن ناخد على سبيل مثال للحصر صابت ياسر مثلا أو هبتدي من مبارح هبتدي من مبارح حابب أبتدي بمحمود متولي يعني متولي من الأسماء اللي غابت لفترة طويلة جدا ولما رجعت رجعت مبارح أعتقد هو مانا وظهرت ماتش سجل هدف أدى مباراة على أعلى مستوى ما تحسش أنه متولي ده اللي جاي من بعيد والقصة دي مش بس جت أو تقدر تقس عليها مع محمود متولي لا بص مثلا من قريب لو مش هروح برضو لبايد قوي بص مثلا على عودة أكرم توفيق على تقلق أكرم بشكل كبير جدا في معجهتي مزيم بي بتخلي مثلا لعيف زي متولي تديله أو ترجعه شوية في نص ملعب وشوية مساك وبتلعب يبتدي بيه فين بيبتدي بيه في مزيم بيه في ملعبه هناك في كونغو عودة أكرم توفيق برضو من بعيد جدا وتقلقه كان واحد من أهم الرهانات بتاعة مرسل كولر في مواجهة مزيم بيه وخصوصا طبعا بالنسبة لي مباراة القاهرة بشكل أساسي مجهود ثبات على المستوى طولة 90 دقيقة روح أدوار دفاعية أدوار هجمية أنا أكلمت على أكرم في المطش ده كتير سواء من الفرصة أو اللقطات اللي كان واضح فيها بشكل كبير جدا تأثيره على نتيجة المباراة سواء بالفرصة اللي منع مزيم بيه من استغلالها وطلع الكورة من على خط المرمى أو بالهدف اللي سجله في الدقائية الأخيرة من المباراة عبدالقادر إيس على ده عبدالقادر اللي كان برضو جاي من بعيده من قبلهم لعيبة كتير جدا زي مثلا كهرباء وغيرهم 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 بس هو في النهاية ما فيش حد عنده الأوراق الكافية وما فيش حد بيحسب حسابات الموسم ككل انت بتبص للمباراة أنا بستنى مطش الأهلي وأنا بستني الشو بالسنية 90 دقيقة من المتعة ومن البهجة وده اللي أنا تعودت عليه من النادي الأهلي طول الوقت لكن الجهاز الفني في أوقات كتير جدا حساباتهم بيكون مختلفة واتفق مثلا مع مارس الكولر من غير ما أكلمه في التليفون ومن غير ما أعمل معاه أجري معاه حوار يعني انه في مرحلة زي دي المطلوب مني هو العلامة الكاملة يعني في مرحلة زي المرحلة بتاعة الدوري اللي فيها الأهلي يلعب أربع مطشاط في حوالي تقريبا 12 يوم ما تطلبش مني أكتر من واحد أن أنا أجيب العلامة الكاملة لـ 12 بنت ده الهدف الأساسي بتاع المرحلة اتنين أن أنا أحافظ على لعابتي نمرأ واحد من الإجهاد نمرأ اتنين من الإصابات لأن أنا رايح لأهم مطشين فضلين في السيزن أنت عندك مطشين أهم من مطشين الترجي ما عندكش عندك بطولة في السيزن أهم من تشامبيونز ليج ما عندكش فالحسابات هنا أن أنا جهز ممكن جدا في عقل مارس الكولر أن أنا أرجع اللعيبة اللي ممكن تكون رجلها ما كانتش في الملعب أو اللي مستويها تراجع بسبب الإجهاد أو الإصابة أو أن أنا أحافظ على السكوادي اللي موجود عندي عشان ما أفقدش عنصر ومعناصر دي فارمع ومطشاتها لعابهم محليا فشوية ممكن ده يأثر بشكل غير مباشر على الكولاتي اللي أنت بتشوفها على التسعين دي ولو أن الأهلي ما كان شوية عشو مبارح يعني بشوف أنه مطش مبارح الأهلي كان أفضل بكتير من مبارات الإسماعيل والطريقة اللي لعب بيها أو اللي بدأ بيها كابتن علي عبد العيل ولا هو كل الاحترام والتقدير طبعا بيلعب في حدود إمكانياته هي أغلب المطشات هو نفس السيناريو اللي هيتكرر في أغلب مطشات النادي الأهلي على مدار الموسم ورغم كده كنت قادر على كنت تصنع الحلول كسبت مبارح متولي كسبت إلى حد كبير عودة الشحات أكدت أو اتأكدت زي ما أنت عايز تشوفها أو عايز تبصلها من أنه وسم أبو علي يوم بعد يوم حتى ولو ما سجلش مبارح لكن الحقيقة يعني بيقدم مستويات تخليك واثق جدا أنه وسم كواليتي ياليق بالنادي الأهلي دخول الكهرباء من بعده في المباراة تسجيله هدف حتى من بانلتي في المباراة